مراجعة اولى افلام صيف الفين اربعة و عشرين اللي نزلت بعد عيد الاطحى فيلم جوازة توكسيك هل الفيلم طلع توكسيك ولا مش توكسيك؟ تعالوا نشوف مع بعض مرات يا فاندي فيلم جوازة توكسيك من بطولة بيوم فقاد وليلة علوي وملك قورة وتمر هجرس ومحمد انور وجوهرة ومن تأليف لقاي السيد ومن اخراج محمود كريم قصة الفيلم بتدور حوالين كريم ابن عيلة معينة والعيلة دي هي عيلة كونسيرفاتيف او عيلة محافظة نوعا ما بيقع في حب بنت اسمها فريدة والبنت اللي اسمها فريدة دي من عيلة اوبن مايندد ومخالفة شوية لمعتقدات وتفكير العيلة الاخرى كريم اللي بيقوم بدوره محمد انور وفريدة اللي بيقوم بدورها ملك او را وعائلة كريم اللي بيتصدرها بيوم مفقاد وليلة علوي وعائلة فريدة اللي بيتصدرها هايدي كرم وتامر هجرس قبل ما اخش في تفاصيل الفيلم انا اسف هقولكو حاجة الفيلم عجبني ايوه خليك جريء كده وخليك شجاع وقولها الفيلم عجبني الفيلم حلو انا انبسطت في الفيلم مش هقول كمان انما ادقتش بقول ان انا انبسطت في الفيلم ايوه الفيلم حلو الفيلم لايت ولذيذ فيه قصة فيه شغل مخرج فيه تمثيل نوعا ما كويس انبسطت في الفيلم ودي اهم حاجة السينما معمولة عشانها اصلا ان انت تنبسط انا انبسطت في الفيلم الكوميديا بشكل عام كوميديا لذيذة اه ما ضحكتش في كل الأفاشات اللي كانت موجودة في الفيلم بس دي حاجة طبعية ما فيش فيلم في الدنيا بتعطي تضحك على ما في المية من الأفاشات إلا لأفلام عاد الإمام يعني فآه لذيذ الفيلم ضحكت فيه لقطات اه ما ضحكتش فيها بس ما حسيتش بالغرابة ما حسيتش انها حسس بحاجة ويرد فالكوميديا بشكل عام كانت لذيذة الكصة عجبتني فيه قصة فيه بلوت اه كان ممكن تطلع احسن من كده بس الفيلم مش مطلوب ان هو يبقى احسن من كده الفيلم البلوت بتاعته لذيذة يطلع منها شغل كويس وهم بنسبة كبيرة استغلوا البلوت بشكل معقول يعني بنسبة 70-80% ودي بنسبة لنسبة ايجادة كبيرة للفيلم ده خصوصا ان انا ما عرفش مين صنع العمل سواء المؤلف او المخرج عجبني كمان الرسالة اللي موجودة في الفيلم ومن اكتر حاجات اللي عجبتني في الفيلم الرسالة دي ليه بقى لان الرسالة ما تجي تتقدم ما بيتدهلكش في بقك ودي اكتر حاجة بتقفل الناس من موضوع ان انت الموعزة ومش الموعزة والفيلم بيتكمش على الموعزة ولا الكلام ده عشان بس ادمجك ما ترحش لبعيد بس الفيلم فيه رسالة معينة تخص اعلاقة الابناء بالاهالي بتاعتهم فعلاقة الابناء بالاهالي بتاعتهم بتقدمت بشكل كويس وتقدمت في السياق الدراما ما تقدمتش بطريقة مبتزلة ان انت خد النصيحة في بقك خد المورة اللي في بقك ودي اكتر حاجة بتقفل الناس من الفيلم وبتحسسهم بغرابة شوية في القصة اه صحيح ان النص التاني من الفيلم ما كانش بنفس مستوى النص الاولاني لكنهم سرعان ما بيلحقوا نفسهم وفي الربع الاخير خالص من الفيلم الفيلم بيرجع تاني مستوى كويس وبالنسبة لي انا كنت طالع مرضي جدا ندخل بقى في سلبيات الفيلم سلبيات الفيلم بالنسبة لي اول حاجة المونتاج حسيت خصوصا في النص الاول من الفيلم ان فيه اطعاط القطعة مش ماشية بالزبط مع اللقطة اللي قبلها ففي هنا مشاكل في الركور لو انت يعني فهمش وقا في السينما هتركز فيها بس يعني هي مش حاجة تباية قوي ومش حاجة يعني واضحة بشكل رهيب بس المونتاج كان فيه ايه تحس ان المونتير انا ما عرفش مين المونتير عشان بس ببقاش جاي عليه تحس ان هو لسه ما عندوش خبرة قوي بس لو هو بيشوف الفيديو ده يعني مش عايز ان هو يحبط واحد يقول لي هو يعمه ويخلي منتير الفيلم يشوف فانا حب اقول لكم ان انا شكرت في منتاج اصابة الماكس اول كومنت عندي في الفيديو والله العزام كان منتير الفيلم فاعتقد ان صنع الاعمال بيتفرجوا على كل الرفيزيو اللي عليه تيوب فانا اتمنى كلامي ده ما يدايقهوش اكتر سلبية من رأي ما عجبتنيش في الفيلم ده ان فيه ميس كاستنج رهيب في الدور بتاع انوار محمد انوار ان ما كنتش قلت اسمه غلط اعتقد هو اسمه انوار وخلاص يعني ففيه ميس كاستنج رهيب في اختيار الدور مش لايق عليه تماما ومش عارف ابلع انوار في الرومانسية مش حاسه خالص ان هو لايق على الدور يعني مثلا لو احنا اتكلمنا على الفيلم اللي هو اسمه شوكر دادي اللي هو كان تقريبا نفسه صنع العمل ده حتى الممثلين تسعين في المية هم هم كان مصطفى غريب كان الطف اه صحيح مصطفى غريب مش هيماتش شوية مع ملك قورة لكن انا كنت حاسس ان يعني عصام عمر كان ممكن يليه عليه الدور جدا 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 اكتر بكتير من انوار اللي انا محستوش تماما وكان بالنسبة لي اكبر عيب في الفيلم وموصل ليش اي مشاعر ولا اي حسيس ومكنتش حاسس ان الدور لايه عليه خلص شخص التاني اللي هتكلم عليه في التمثيل هو تمثيل نورينا بوسعدة نورينا بوسعدة انا كنتش عرفها بس لما عملت سيرش طريبا هي مغنية وهي دورها في الفيلم شوية في التمثيل وتاخد كرصات تمثيل وكده ومش هقسوا عليها لان ده اول دور لها فبتمنى لها التوفيق ان شاء الله في اللي جاي وهي حضورها على الشاشة لطيف وهي طلعة كيوت وكده بقي التمثيل ما عنديش اي كومنت عليه ليلى عيلوي بايومه في قاد تامر هاجرس وهايدي كرام كلهم كانوا بالنسبة لي جيدين جدا وفي منهم يرتاكل ممتاز فما ادايتش منهم خالص 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 وادوم التمثيل كان بالنسبة لي كله بيرفكت الحاجة التالتة اللي ما عجبتنيش في الفيلم ده ان انا حاسس ان الفيلم ده في بعض المشاهد متاخدة كوبي بيست من فيلم شوجر دادي فيلم شوجر دادي انا كنتش دخلته السينما بس كنتش شفته على شاهد الفيلم كان لذيذ اعتقد الفيلم ده الاز من شوجر دادي بس في بعض المشاهد متاخدة كوبي بيست تحديدا تلات مشاهد مشاهد البحر انا جالي دي جافوه عارف لما بتبقى قاعد كده بتتفرج حس انا شفت فين المشهد ده قبل كده ودماغك تجيلها يا ايرور حس انت تتفرج على الفيلم ده مرة تانية والله ده حصل لي بالزبط مشهد البيتش اللي هو الشاطئ مشهد اللعبة اللي لعبوها على الشاطئ خصوانه هو نفس المخرج مشهد الدينر اللي هو اللي كانوا عاديم بيتغدوا فيه مطعم جامبريتا ده فنفس بالزبط الاماكن تقريبا هي هي اللي تصور فيها الفيلم ولدرجة انا حاصلت ان الفيلمين تصوروا باك تو باك تصوروا مرة واحدة كده ومش ده بس احسس ان فيه لاين بتاع بايومو في وقيد وليلة عيلوي اللي هما كانوا برضو طالعين في شوجر دادي متجوزين متاخد قريب جدا بنفس الافكار شوية اللي كانت موجودة في فيلم شوجر دادي اه صحي مش هي هي بس احسس برضو بتشابه رهيب فكنت اتمنى ان هنا يتم اختيار ممثلة غير ليلة عيلوي عشان ما يحصلش معي التشابه ده او يحصل معي الرليد ده وواضح ان بايومو في وقيد من ساعة فيلم بنفس الفورمات وده احنا شفناه في فيلم وقفة رجالة وشفناه في فيلم شوجر دادي وبنشوفه دلوقتي في فيلم جوازة توكسك اللي انا ما اتضايقتش منه خالص زي ما بقول بل ان الفيلم عجبني وزي ما انتوا عارفين ان خلاص الفيلم ده او الافلام بتاعة بابين فوقات دي ما بقتش موجهة للجمهور المصري بل هي موجهة للأساس للجمهور السعودي اخيرا عشان ما نساش الفيلم المفروض ان هو تصنيفه الرقابي على موقع السينما دوت كوم هو بلاس توالف يعني زائد اتناشر بس اللي انا شايفه بعد ما دخلت الفيلم ان الفيلم لا يصلح للمشاهدة العائلية خصوصا ان الفيلم فيه بعض المشاهد والحوارات الجريئة نوعا ما والاطفال ما تنفعش ليهم او المشاهد دي فيلم جوازة توكسك فيلم حلو فيلم لايت فيلم خفيف ما تطلعوش برا الاطار ده ما تحاسبوش على حاجات اكبر من الفيلم حطت نفسه فيها قصة لطيفة صورة لطيفة رسالة معيانة عايزين يوصلوها ووصلوها بشكل بالنسبة لي كان كويس كوميديا في اغلب الاحيان كانت موفقة ودايما بقول السينما بتبقى محتاجة كل الانواع ومحتاجة تحديدا النوع ده النوع اللايت ان انت تخش فيلم فيلم خفيف تطلع منه مبسوط وقدر اقولها كمان ان الفيلم ده عجبني اكتر من الافلام اللي نزلت في عيد الاطحى كلها باستثناء ولاد ريز فقيمي الفيلم جوازة توكسك هو سبعة ونص من عشر سؤالي لكم في الكومنتات هل شايفين الجنرال اللي بيمو في وقت متخزها اللي هي الافلام اللايت الخفيفة اللي زي دي افلام لطيفة وحابين ان هو يكمل في الجنرال دي ولا شايفين الافلام دي افلام سخيفة لو عجبتك الحلقة يا ريت تعمل شير ولايك وسبسكرايب عايزين نوصل للعشر تلاف اسرع وقت يا ريت وكمان ما تنسوش ان انتو تقولوه رأيكو في الكومنتات وتردوا على السؤال ده هشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي